اشتركوا في القناة الصحفية والإعلامية نعم في البداية شكرا على الاستضافة واسمحيلي في البداية حقيقة كلمة شكر كبيرة لمملكة البحرين غيادة وشعبا على حقيقة هذا الدعم وهذه الاستضافة والشكر موصول كذلك لسعادة وزير الإعلام دكتور رمزان عيمي وسعادة مستشار ملك البحرين لشؤون الإعلام أستاذ نبيل الحمر حقيقة طوال الفترات الماضية كان دعمهم كبير والاستاذ عيسى الشاجي رئيس جمعية الصحفية البحرينية اليوم حقيقة يوم تاريخي بالنسبة لنا كصحفيين خليجيين أن تحقق الحلم الكبير أن تكون هناك اتحاد للصحفيين الخليجيين حقيقة هذا الحلم عمل عليه أجيال وأجيال واليوم استطعنا حقيقة أن نطلق الاتحاد بشكله وبهويته الجديدة التي تتناسب مع التطورات التي موجودة اليوم في عالم الإعلام والصحافة اليوم طبعا تم انتخاب الهيئة الإدارية لمجلس إدارة للاتحاد والأعضاء الموجودين كلهم من دول مجلس التعاون الخليجي السد وكذلك تم تشكيل اللجان الرئيسية في الاتحاد الاتحاد وكل عضو في المجلس ويتولى لجنة وهذه اللجان سوف تعمل على تحقيق أهداف الاتحاد في المرحلة المقبلة إن شاء الله سيد الحماد يكونك أول رئيس لهذا الاتحاد نحن نبارك لك الرئاسة ونود أن تحدثنا عن الاتحاد والدور أيضا المنوط بهذا الاتحاد في دعم الصحافة الخليجية بشكل عام نحن حقيقة هدفنا الكبير كجمعيات خليجية أن يكون هذا الاتحاد هو الممثل لكل الصحفيين الخليجيين وفي نفس الوقت هو الذي يساهم في تطوير منظومة الصحافة وتطوير الصحفيين وأخذهم نحو المستقبل في كل التحديات التي واجهة مهنتنا حقيقة كذلك الدفاع عن الصحافة والصحفيين في مختلف المجالات التي نحن بحاجة إليها اليوم الهدف الآخر والمهم كذلك وإيجاد جيل جديد من الصحفيين الخليجيين جيل يتواكب مع التطورات التكنولوجية الحديثة وتحديات الصحافة والإعلام واليوم أنا أعتقد دول الخليج بقيادات حقيقة الطموحة بلا شك سوف تكون لديها النظرة ويكون لها الدعم لهذا الكيان الخليجي التي سيكون رافض حقيقي ودعم حقيقي لمضمومة مجلس تعاون الخليجي نعم بلا شك سيد محمد الحمادي كل الشكر والتقدير لك على تواجدك هنا معنا في مركز الأخبار في تلفزيون البحرين شكرا لك شكرا لك